السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض صفايح اللحم او لحم بعجين مناسب للكيتو دايت والمرضى السكري المتبعي لنظام الكيتو وكمان مناسب لمرضى حساسية الامح لان هنعمله من غير اي نوع دقيق لا دقيق عادي ولا دقيق لوز ولا دقيق جزد الهند ولا حتى سمسم هنعمله بمكونات بسيطة جدا والطعم نفس الطعم الاصلي بالزبط يلا بينا نعمله مع بعض هنبدأ دلوقتي نجهز الحشوة معايا هنا 200 جرام من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهن وكمان معايا هنا طمط ماية هناخد نصها وكمان ارنفلفل كبير هناخد نصه ومعانا بصلايا صغيرة هناخدها كلها دلوقتي هنبدأ نجهز الوصفة اول حاجة انا هاخد نص طمط ماية بس وقطعها قطع صغيرة قوي بالشكل ده وناخد دلوقتي برضو نص ارنفلفل ونقطعه برضو مكعبات صغيرة قوي اخدنا بس على الكمية دي نص ارنفلفل اطعنا مكعبات صغيرة وكمان نص طمط ماية اطعناها قطع صغيرة قوي وكمان معايا حزمة صغيرة قوي من البقدونس ممكن تحطوها اولاها لحسن ما انتوا عايزين دلوقتي هنقطعها قطع صغيرة برضو وكده بتكون المكونات بتاعة الحشوة جاهزة معانا يلا بينا بقى نبدأ بالوصفة على طول انا جبت طوصة كبيرة وحطيت فيها البصلة الطعطع مكعبات صغيرة ونحط عليها دلوقتي مكعب من الزبدة حوالي معلقة من الزبدة ونضيف عليهم دلوقتي حوالي معلقة كبيرة من زيت الزتون وهنبدأ دلوقتي نشوح البصلة بالطريقة العادية كده لغاية لما تبدأ ان هي تتبل معانا ما تخلوهاش تتحمل يا جماعة احنا عايزينها بس تبدأ ان هي تتبل بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي ودلوقتي هنضيف اللحمة المفرومة على البصل وهنحط البهرات دلوقتي طبعا بتكون حسب الرغبة انا هحط دلوقتي الرشة بسيطة كده من الفلفل الاسود ودلوقتي هحط الملح طبعا بيكون حسب التزوق انا هحط حوالي نصف معلقة صغيرة وهنحط كمان رشة كمون ورشة كسبرة نشفة واساسي معايا بقى بدم انا هعمل لحمة مفرومة بحب احط عليها كمان رشة ارفة وكمان رشة من الجنزبيل البودر ممكن ما تحطوش الارفة ولا الجنزبيل على حسب ما انتوا عايزين وهضيف كمان دلوقتي رشة بسيطة كده من البابريكا او البهار الحلو طبعا زي ما قلتلكوا البهارات دي على حسب الرغبة ودلوقتي هنشوح اللحمة مع البصل والبهارات لغاية لما تستوهم معانا كويس جدا طبعا في الوصفة الاصلية ممكن انتوا تشوحوا اللحمة زي ما انا بعمل كده او تحطوا الاضافات دي كلها على بعض وبعد كده بيعصروا المكونات دي لغاية لما كل السوايل تنزل منها مش بيسووها على النار لا بيستعملوها كده وهي نية بيحطوها فوق العجينة ويدخلوها الفرن اه دي طريقة في طريقة تانية ان احنا بنسويها زي ما انا بعمل دلوقتي والافضل بالنسبة للكيتو دايت لان طبعا العجينة اللي احنا بنستعملها مختلفة خالص عن العجينة الاصلية اه مفيش فيها دقيق اساسا اه فيفضل ان احنا نسويها زي ما انا بعمل كده بالزبط ودلوقتي بعد ما شوحنا اللحمة كده وبدأت ان هي تستوي انا حطيت عليها الطماطم والفلفل والبقدونس اللي انا قطعتهم وهنقلبهم باستمرار كده لغاية لما اللحمة تكمل سوا ويكون معانا بالشكل ده هي كده خلاص جاهزة معانا الحشوة هنسيبها بقى تبرط شوية ويلا بينا بقى نجاهز مع بعض العجينة مكونات العجينة معانا بسيطة جدا انا معايا هنا 200 جرام من الجبنة الموزاريلا والنوع اللي انا بستعمله يا جماعة المراعي اللي في كيس ازرق مش اللي في كيس احمر اللي في كيس ازرق بتكون كامل الدسم ومفيش فيها زيوت نباتية خالص ومناسبة للكيتو دايد ده النوع اللي انا بستعمله اه طبعا ممكن تستعمله اي نوع تاني يكون مناسب للكيتو واساسي معايا في الوصفة بقى اللي هتصبط لنا الطعم والقوام معانا كمان الطحينة دي طحينة خام من غير اي اضافات ممكن تشتروها جازة او تعملوها في البيت على حسب ما انتو عايزين والطحينة يا جماعة لها اسم تاني لاني فيه ناس بتسألني يعني ايه طحينة الطحينة هي الراشي او هي عصارة السمسم من غير زيوت نباتية ايه اما تشتروها جازة او تعملوها في البيت وكمان معانا هنا ثلاث بيضات وهستعمل في الوصفة السليم او الاسباغول علشان يمسك لنا القوام بتاع العجينة ايه ومعانا ملح وفلفل اسود وخل يلا بينا نبدأ بقى بالطريقة على طول اول حاجة هنجيب طبق كبير وهنحط فيه دلوقتي الثلاث بيضات وبعد كده هنضيف عليهم راشة ملح حوالي ربع معلقة صغيرة وكمان راشة فلفل اسود وهنخلط دلوقتي البيت كده بالمضرب اليدوي مع الملح والفلفل الاسود وبعد كده هنضيف عليهم الطحينة هنحط اربع معالق كبار بمعيار معلقة الطعام من الطحينة او الراشي وهنضيف كمان دلوقتي الخل هحط معلقة صغيرة من الخل الخل هنا يا جماعة هيخلي العجينة تنفش وكمان هيشيل الزفورة بتاعت البيت خالص وهنقلب كده المكونات مع بعض لغاية لما البيت يختلط كويس مع الطحينة وهنضيف كمان دلوقتي ربع معلقة صغيرة من البيكن باودر انا نسيت احطها في المكونات هنضيف ربع معلقة صغيرة من البيكن باودر ونقلبهم مع بعض كويس وبعد ما البيت والطحينة اختلطوا مع بعض كويس هنضيف عليهم دلوقتي الجبنة المتزارلة 200 جرام من الجبنة المتزارلة وطبعا ما تكونش مجمدة تكون كده بدرجة حرارة المطبخ وهناجن كويس بادينا كده الجبنة مع البيض والطحينة لغاية لما يختلطوا معانا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بتكون معانا العجينة بالشكل ده بتلزق كده وسيلة وعلشان نمسك القوام بتاع العجينة شوية فانا هحط عليها معلقتين صغيرين مليانين من السليم اه او الاسبغول اه او ممكن تحطوا معلقة كبيرة انا هحط معلقتين صغيرين او ممكن تحطوا معلقة كبيرة اه والبديل يا جماعة ممكن ان احنا نعمل العجينة بالبيض والجبنة المتزارلة بس من غير الطحينة زي ما انا عملت قبل كده اللي هو الفطير الشرقي ممكن تعملوا القاعدة بتاعة العجينة بنفس الطريقة كده هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف لكن يا جماعة بصراحة الطحينة بتثبط لنا الطعم وبتقرب لنا للطعم الاصلي بالزبط اه دلوقتي بعد مقلبنا المكونات مع بعض ده بيكون القوام بتاع العجينة بيكون معانا بالشكل ده هنسيبها بقى ترتاح حوالي خمس دقايق كده على ما نجهز الساق بتاع الفرن ونحط عليه ورقة زبدة وده النوع اللي انا بستعمله من ورق الزبدة يا جماعة أورنيكس نوع ممتاز جدا لان في ناس بتسألني على انواع ورق الزبدة تكون كويسة يلا بينا بقى دلوقتي نعمل صفايح اللحم او اللحم بعجين هناخد دلوقتي كده كمية من العجينة ونبدأ نعملها على شكل ده لمتوسطة الحجم بالشكل ده كده ما تقبرهاش قوي يا جماعة لان هي لسه تنفش في الفرن وهنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة كده وحاولوا تخلوا الأحجام كلها متساوية وكمان خلوا فيه مسافة بينهم كبيرة لان هي لسه تنفش في الفرن لو ما سبتوش مسافة كبيرة كده بينهم هتنفش في الفرن وهتلزق في بعضها دلوقتي هنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة كده ودلوقتي خلاص انا خلصت الكمية كلها وعملت معانا خمس وحدات من صفايح اللحمة بالشكل ده يلا بينا بقى نبدأ نحط عليها الحشوة هنوزع دلوقتي الحشوة بتاعة اللحمة المفرومة والخضار هنوزعها كده نحط على كل واحدة كمية مناسبة وبعد ما حطينا الحشوة فوق العجينة هنضغط عليها كده ونوزعها فوق العجينة وهنرجع تاني نحط بقى الحشوة بس بعد ما نفردها كويس بالطريقة دي كده اهم حاجة واحنا بنحط الحشوة ان احنا نضغط قوي علشان تدخل كده جوه العجينة بالطريقة اللي انا بعملها دي لازم يا جماعة تضغطوا عليها قوي علشان تخش جوه العجينة وتفضل ثبت عليها ما تقعش بالطريقة اللي انا بعملها دي كده بالزبط ونزود كده اللحمة على الأجزاء اللي هي لسه باينة لأن هي هترجع تنفش معانا فحاولوا اضغطوها كويس قوي باللحمة بالطريقة دي كده وخلاص كده أنا حطيت حشوة اللحمة كلها وفرتها كويس قوي فوق العجين بالطريقة دي كده اهم حاجة يا جماعة ان انتو تضغطو كويس كده على اللحمة علشان تخشوا جوه العجينة وكده خلاص بتكون جاهزة معانا ان احنا ندخلها الفرن بتدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 وده شكلها معانا في الفرن شايفين بدأت ان هي تنفش وحجمها يزيد هي بتقعد في الفرن يا جماعة بالزبط ربع ساعة لغاية لما تتحمل كده من تحته تبدأ ان هي تسيب ورقة الزبدة بعد كده بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعها ما بتقعدش في الفرن غير ربع ساعة واخدوا بالكو علشان ما تتحرقش معاكو وده شكلها معانا بعد ما استوى تشايفين اتحملت معانا من تحت دلوقتي بنشغل الشوية علشان نحمر وشها وبتطلع معانا بالشكل ده اخدت في الفرن ربع ساعة بس مش اكتر من كده وبعد كده بنسيبها لغاية لما تبرط شوية طبعا بتكون لسه سخنة قوي وبتكون معانا بالشكل ده جميلة جدا طبعا هي لسه سخنة آآ بتكون معانا بالشكل ده جميلة جدا ومتحمرة من فوق ومن تحت يلا بينا بقى نقدمها مع بعض وانا قدمتها بالطريقة البسيطة دي زينتها بس كده برشة بسيطة من البقدونس المتقطع طبعا هي مش محتاجة اي زينة خالص وقدمتها كمان مع زتون وكمان شطة حرة وبتكون معانا بالشكل ده جميلة جدا يلا بينا بقى نشوفها كده من قريب ونقطعها مع بعض شايفين جميلة جدا ومتحمرة من فوق ومن تحت وطعمها يا جماعة جميل جدا جربوها وقلوا لي رأيكم فيها ايه بيكون القوام والطعم بتاعها قريب قوي لللحم بعجين او صفيحة اللحم لازم لما تجربوها تكتبوا لي رأيكم فيها وكده عملنا مع بعض صفيحة اللحم او اللحم بعجين من غير اي نوع دقيق مناسب للكيتو دايت وكمان لمرضى السكري المتابعين لنظام الكيتو والمرضى حساسية الامح من غير اي نوع دقيق له قرب خالية من الجلوتين اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفع الفيديو بتعلاقاتكم حلوة ولما تجربوها اكتبوا لي رأيكم فيها ايه وبالف هانا وعافية